النهاردة كنا في زيارة مجموعة من الزملاء في الحقل الصحفي والإعلامي إلى منطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس وكان في استقبالنا المهندس يحيزاكي رئيس مجلس إدارة المنطقة ونوابه والعملين في المنطقة وبدأ باستعراض عرض للمشروع والمشروع باختصار شديد برضو عشان الناس تبقى عارفة عندي 461 مليون متر مساحة المنطقة 461 مليون متر عندي أكتر من 250 شركة داخل المشروع عندي 100 ألف فرصة عمل داخل المشروع عندي 14 مطور صناعي داخل المشروع عندي إجمالي استثمارات شاملة من الدولة من المطورين من المستثمرين 18 مليار دولار المشروع في أرقام أرقام مش عايزين ننسها لأنه مهمة جدا ومدهشة جدا وتدعو للتفاؤل لما يكون عندنا مساحة الأرض 461 مليون متر عليها 250 مشروع بتيح فرصة عمل بس عمل 100 ألف مواطن يعني 100 ألف أسرة 14 شركة مطور صناعي و 18 مليار دولار انطلقنا من المبنى زي ما كان يعني الزمل بيعلقوا المكان تتعمل إمتى وفين وإزاي في وسط الصحراء حاجة كده يعني زي القلية الزكية انتقلنا بالباص إلى المشروعات كان أول مشروع نروحه مشروع إنتاج البيبر جلاس أنا دخلت لقيت شباب مصري موجود شاب عنده 32 سنة نائب مدير المصنع شغال بقالك قديه قال لي بقال لي مش عايز 7 سنين يمكن نائب مدير المصنع خليج هندسة المنصورة هو كان بيشرح لنا الموضوع والراجل أنا انبهرت انبهرت فعلا قال لي معظم الناس اللي هنا شباب وكذا ايه الفايبر جلاس بالآخر يعني أنا مش فاهم بس هو شرح لي الحجارة اللي بتيجي من سينة أو بتيجي من الصعيد هي المدخل الأساسي بتتحول الحجارة بالبلد يعني عمليات عمليات هندسية عمليات حرارية وغيره تحت درجة حرارة عالية جدا بتنصهر الحجارة بتنصهر تصبح سائل يتم المعاملات الكيميائية المختلفة حتى يتم انتاج منها أربعين منتج أربعين منتج منها الخيط منها السلوك منها أبواب أنا شفت حاجات لم أكن أتخيل أقول له ده المنتج ده هو طالع من الحجارة دي قال لي تعال نشوف رحنا كمجموعة زي ما حدوكوا شايفين ده روبوت ده كله آلي شغال جوه بينقل رحنا شوفنا من أول خط الانتاج من ساعة الحجارة ما تخش الأفران حتى المنتج النهائي بيتصدر حوالي 97% من منتجات هذا المصنع هذا المصنع يعتبر أكبر مصنع ده صيني بالمناسبة للناس الصينيين استثمار صيني أكبر مصنع خارج الصين للفايبر جلس أكبر مصنع خارج الصين في العالم وهو المصنع الوحيد في القرى الأفريقية نقطة توزيع لا فيه مصنع تاني فيه جنوب أفريقيا لكن هو ده المصنع الأكبر والأضخم المصنع شغال فيه يعني ألاف العمال فاتح ألاف البيوت بيصدر تصدير بنسبة 97% زي ما قالوا كمية الحجارة اللي كانت بتتصدر ببلاش دلوقتي بقت يعني ده نموذج والرجل المهندس بنشرح لنا وإحنا قاعدين منبهرين ده اللي موجود قدام حضراتكم فاكرين لما سادة الرئيس قاعد مع الجماعة بتوع سيمينس واتفقنا على إقامة المحطات الرئيس طلب منهم قال لهم طيب وإحنا لما نعمل محطات هنعمل أي مشكلة ولا أي صيانة نروح ألمانيا عايزين نعمل وحدة صيانة في مصر وكمان نعمل مع وحدة تدريب للناس المصريين ونعمل أكاديمية هي دي المكان اللي فيه أكاديمية كاملة لسيمينس وتمثل مركز إقليمي لسيمينس في المنطقة كلها أكبر مركز خارج ألمانيا للصيانة والمعدات وقطع الغيار خارج ألمانيا موجود في العين السخنة شفناه نهاردة في سيمينس ده مصنع الفايبر جلاس اللي كنت بحكي لحضراتكم عليه مصنع صديق للبيئة وإنتاج المصنع شيء يدعو للفخر كلام موجود في مصر إحنا ما نعرفوش حاجات موجودة في مصر في بلدنا إحنا ما نعرفوهاش وبعدين رحنا الميناء ده أو الخيط اللي أنا ماسكو ده قدام حضراتكم ده طالع من حجارة ده من حجارة تم تسيلها وعمليات كيميائية وعملات صناعية في الآخر بيطلع خيط بهذا الشكل ثم انتقلنا إلى الميناء وشفنا حجم التداول حجم البضائع حجم الصادر حجم الوارد شفنا محطة المحطة الحوض التاني في ميناء العين السخنة بالدرها مواني دبي شفنا محطة الحوض التالت اللي هو بتاع السوائل تصدير واستراد المواد البترولية اتحركنا إلى المنطقة فيها مصانع أسمدة ومصانع أسمنت ومصانع حديد ومصانع سراميك فيه في هذه المنطقة كمية من المصانع كمية من العمالة كمية من المشروعات أنا بدعو بجد المدارس والجامعات والمسؤولين يودوا لدنا يتفرجوا على المنطقة الصناعية هذه المنطقة فيها أربع مواني أربع مواني زي ما قال المواني سيحية عندنا ميناء العين السخنة وشار التفريعة وغرب بورسعيد والأدبية والعريش وطور أربع مواني ست مواني بيخدموا على المنطقة الاقتصادية يعني أعتقد أنه حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تتحول منطقة تنمية قناة السويس إلى هونكونج مصر هونكونج الشرق نقدر نقدر شغالين شغالين لكن عايزين نلقي الضوء على هذه المشروعات وأنا سعيد جدا وإن شاء الله بإذن الله بنعيدكم أن احنا ننقل لحضراتكم من هذه المنطقة يعني الكثير من التفاصيل المفرحة والمبهجة واللي تدعو للتفاؤل وأيضا جذب استثمارات أجنبية الناس برة ما يعرفوش والناس جوه كمان ما يعرفوش اللي بيتم في مصر في منطقة قناة السويس اشتركوا في القناة